السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز والجزء رقم 16 من الفصل الثالث مواصلين معكم حل أجزامبلز على التحديد الميلانزيز بلان والتعديدنا عندنا هنا في ليل بلان سي ده الأجزامبل رقم 3 هسأل نفسي عدة أسئلة مرة تانية أنا براجع معك هل هذا المستوى مارر بنقطة الأصل نعم مارر بنقطة الأصل طيب يبقى لازم ننقل المحاور طيب هل موازي نقدينا ننقل المحاور هننقل المحاور في الجهة المقابلة يبقى عندي المحاور الجديدة X داش هنا وعندي Z داش هنا ودي مع Y داش تمام طب وبعدين هسأل نفسي السؤال هل هو موازي لأحدا من المحاور نعم موازي للX داش موازي للZ داش يبقى كأنه قطعه في ملا نهاية طيب أما الY هو قطعها فين الY في الحقيقة هو قطعها في ناقص واحد ليه لأنه أصبح المستوى خلف المحاور بتاعتنا فكأن الY المجابة في النحية دي والY السالبة في النحية التانية تمام هذه هنا الY المجابة وهنا الY السالبة طيب يبقى عندي نقاط التقاطع هي ملا نهاية ناقص واحد ملا نهاية هل عندي فريكشن نعم أي ملا نهاية اتفاقنا أنها عبارة عن أي رقم على صفر طيب عاوز أعمل أشيل الكسر أعمل إيه أروح قالب فقط الرقم اللي فيه الكسر فيبقى عندي الأرقام عندي صفر وعندي واحد وصفر وبصلا إن أنا عندي علامة سالب فرحاتة علامة سالب عبارة عن شرطة فوق الرقم الصحيح اللي هو بيحمل علامة سالب